يبدأ يميل مبعوث العالي السبجيكت ايه محطة قهرة في الوقت الوقت ايه محطة قهرة مع ايه نحن نأخذ قطار مجهز للنوم قطار مجهز للنوم لأسوان الآن لديه مجهزة جدا وعنده مؤبلة مجهزة مجهزة القطار مجهزة الناس قطار هيجه جدره السبج هناك الكثير من الناس يجب انتظرث عنها قطار سوف أتوقف القطار هيجه مزح طريقة عظيمة جدا لتشوف المناظر الطبيعية لبلد ما مريحة نعرف ان احنا هنوصل جهة الوصول بتاعتنا ممكن تحجز التزاكر دي او تشتري التزاكر في المحط اشتر لنا التزاكر زهاب وعودة من كيرو إلى أسوان ويجباً نذهب في المحطة الأولى نذهب إلى الدرجة الأولى لأنها أكثر راحة أكثر من الدرجة الأولى عن الدرجة الاقتصادية اللي هي الدرجة التالية الرحلة تستغرق 30 سنة نحن نأكل في المحطة الأولى في العربة المخصصة للمطعم في القطار في القطار بعد المحطة المساعدة المساعدة في العربة النوم في عربة النوم إنها ممتعة حاجة ممتعة جداً أنت تنام وعرف ذلك وانت تبقى عارف ذات أنت تستيقظ في مكان مختلف في مكان مختلف في اليوم التالي المحطة توقف في القصر الأطرب يتوقف في القصر في وقت مبكر من غد في طريقه لأسوان أعتقد أن الدنيا تبقى حرر في أسوان سوف أسمعك عندما أصل إلى الفندوق عندما أصل إلى الفندوق مع أطيب الثمانيات في قطعة كمان ما أحفلته خالص في قطعة تانية تشوف صفحة إيه شوف كده بزنس مان بيكلم الأسيستنت المساعد فبيقول له ممكن أحجز تسكرة فالأسيستنت قال له بالتأكيد أحجز تسكرة زهاب فقط ولا تسكرة زهاب وعودة فقال له أنا أحجز تسكرة زهاب فقط أنا عضي أسبوع هناك مهمة أمتى القطر القادم سيأتي فقال له هناك تسكرة زهاب يتوقف في محطات كتير فهو أبطأ من تسكرة زهاب تسكرة زهاب تسكرة ولكن القطار السريع القطار السريع يتوقف محطات لا يتوقف في كل المحطات يعني عكس تسكرة زهاب but the express train leaves at 10 a.m. that's in 15 minutes time البزنس مان قال له is the express train much faster هل الإكسبرس ترين أسرع فقال له oh yes it is the stopping train القطار اللي بيتوقف في المحطات الفرعية stops at lots of stations بيتوقف في محطات كتير along the way على امتداد الطريق and the journey takes about four hours والرحلة دي بتستغلق أربع ساعة طاب قال له how long does the express train take طاب القطار السريع بقى بيستغلق وقت قدي إيه فقال له it arrives at 12.50 بيوصل الساعة 12.50 دقيقة so the journey takes two hours and 50 minutes باخد ساعتين وخمسين دقيقة has the express train هل القطار السريع ده got air conditioning في تكيف قال له yes it has في تكيف you can also buy food ممكن تشتري في أكل and the drink is وتشرب on that train تشتري في أكل وشرب on that train I think I will أعتقد أن أنا I will book the express أنا هحجز في القطار السريع then how much is that بكام قال له have you got a real card عندك بطاقة شتراك في السكة الحديد it's cheaper يعني هيتكلفك أرخص with a real card لو معك شتراك فقال له no I haven't فقال له without a real card بدون البطاقة الاشتراك ديت it's 26 Egyptian pounds ب 26 جنيه thank you could you tell me which platform ممكن تقول لي أنهي رصيف the train leaves front القطار هيغادر منه فقال له platform 3 رصيف 3 have a good trip تمتع برحلة جيدة thank you good bye شكر تمام كان في بقى هاتي أول choose خالص وليلي معليش صفحة أول choose خالص في صفحة كام 20 20 طيب دي 20 طيب ده بس أنا هعمله oral بسرعة متل متح متح تش خط the place you are traveling to is your no طيب بيبقى نحفز الأول نحفز الأول طيب نفتح بقى افتح الشيط ماشية شيت بقى عندك آآ في الصفحة آآ آآ ده الشرح طيب لاو بصي معي بس 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 واه بيقول لي في اليونة ديت احنا عندنا كزا طريقة عندنا كزا طريقة ان احنا نعبر فيها عن الفيوتشر آآ اول طريقة ان انا انا استخدم ان انا استخدم زمن المستقبل البسيط مع لما باستخدم بابدأ الاول بفاعل يعني او 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 اي حاجة. وبعدين وبعد باستخدم مصدر الفعل. جملة في جملة مثبتة يعني مش من فيها يعني زي كده مثلا هي هو هيعمل ايه في المستقبل هي هو هيشتري ايه جاكت هيشتري ايه جاكت ايه اه جديد. الجملة دي نفيها اه الويل دي نفيها وانت وانت برضو بيجي بعدها في مصدر الفعل. لو انا عايز اعمل ايه سؤال فهيخلي الويل دي في الاول. والفاعل بعدها ولي اكون مسلا كان الفاعل اي فبقى مثلا. وليو كم وذني. اه هتيجي معايا ده سؤال هيحتمل اجابة يس او يس ارنو. لو عايز اعمل مسلا سؤال باستخدام اه ادوات الاستفهام. فهبدأ مسلا سؤال بوط مسلا. وط ويل يو ايت. انت هتاكل ايه مسلا. فور لانش. على الغداء مسلا. تمام? بعدين بيقول لي ايه هي المواقف اللي انا هستخدم فيها ايه? اه ويل والانفينيتف. يعني عشان اعبر عن المستقبل باستخدام ويل. ففي مواقف معينة بس ينفع استخدم فيها ويل. ايه هي? اول حاجة. القرارات السريعة. يعني ايه القرارات السريعة? يعني القرار من غير تخطيط. من غير مخطط. يعني كان قرار ايه قرار اه اه سريع. تمام? قرار سريع مسلا ايه? اتس كول الدنيا برد. ايه ايه ويل شت ذا ويندو. انا هقفل الايه? هقفل الشباك ده ما فيوش اي تخطيط. يعني الخطر في بالي عملته? خلاص? عبرت عنه بايه? صح كده? وبعدين مصدر الايه? الفعل. ومصدر الفعل. طيب. تاني حاجة الوعود. يعني بوعد واحد مسلا اجيب له هدية. اه اجيب له مش عارف اه 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 جيزة علشان هو نجاح كده مسلا. فنقول مسلا ايه? احنا بنوعد. احنا مش نروح المشوار ده او الرحلة دي او. ده تاني ايه? تاني استخدام الوعود. تالت حاجة يعني ايه تنبؤ يعني ايه اللي هيحصل في المستقبل. بس ده بدون دليل. يعني انا مش شايف بعيني الدليل. اه لكده يعني ده القصة كلها مبنية على رأيي شخصي او اه امنياتي ان ده يحصل كده يعني ها? فمثلا انا في اعتقادي ايه اعتقادي الشخصي يعني او ده رأيي شخصي ان بكرة الجو هيطلع كويس. طيب اهل الارصاد قالت هل في مثلا تقرير? لا. فيش حاجة خالص. ده رأييي انا. او ده تنبؤي الشخصي. رابع حاجة في يعني ايه? يعني حقائق في المستقبل. يعني الحاجة دي كده كده هتحصل في المستقبل. مسلا انا الشهر اللي جاي الشهر اللي جاي كده كده هيبقى عندي ستاشر سنة. هتم ستاشر سنة الشهر اللي جاي. تمام? ايه? 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 وبعدين المصدر اللي هو بي. ايه? طيب في الطلب. المجي اطلب فهستخدم بس هابدأ بيها. وبعدين الفاعل. ممكن تسكت لو سمحت. في العرض. مسلا بعرض المساعدة على حد. معرض على حد ان انا اشيله الشنطة اساعده. فاقوله مسلا اي انا اساعدك تشيل الايه? تشيل الشنطة. تمام? والو مصدر برضو. طيب في التهديد لو انا بهدد واحد. مسلا اقول له ايه? don't cheat. ما تغشش في الامتحان. ايه? 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 ده الفاعل. وبعد كده وبعد كده مصدر الفاعل. كمان باستخدم في الحالة الشرط الاولى. في حالة الشرط الاولى. ايه? لو الدنيا ايه? مطرت. ايه? وبعدها المصدر. ايه? هاعد في البيت. الدنيا تمطر. هاعد في البيت طبعا مش اخرق. دي استخدامات بتاعت ايه? وبعدين بيقول لي ايه? انا ممكن اعبر عن الفيوتشر بطريقة تانية غير باستخدام ايه? ان نبدأ بالفاعل. هو الهي والشي والذي والوي. وبعدين الفاعل ده حاجة من التلاتة. يا ياخد ام. يا ياخد از. يا ياخد ار. وبعدين وبعدين مصدر الفعل. فمسلا. في ايه بقى ايه هي المواقف اللي انا هستخدم فيها. فوق انا قررت بدون تخطيط. قررت بدون تخطيط ان انا ارد على التليفون. قررت بدون تخطيط يعني. قررت ان انا اقفل الشباك. افتح الشباك. اشتري قلم. ده ما كانش فيها تخطيط. العكس بقى. العكس. ان انا اعمل الفعل بايه? بتخطيط. فلما يبقى فيه تخطيط خطة. للفعل ده انه يتعمل. فمش هستخدم ام واس وار. فمثلا في زيارة انا بخطط لها لعمي فاقول كده. وبعد بستخدم مصدر الفعل. طيب تاني حاجة في ان انا استخدم اللي هي النواية. يعني انا فنيتي ان انا اعمل كذا. فنيتي ان انا اتفرج على البرنامج النهاردة. فنيتي ان انا اتفرج على الماتش النهاردة. فنيتي ان انا سافر. فنيتي ان انا ازور صاحبي كده. فمثلا ايه? احنا هنسافر يعني دي طريقة اللي هنسافر بيها. مش بقى اي حاجة تانية. تمام? خلاص يعني كانها زي قرار مسبق. تمام? طيب. العكس بقى فوق كان من غير دليل لما انا كنت بتنبأ ان بكرة الجوا هيبقى كويس وما كانش عندي دليل. لا هنا المرة دي هيبقى فيه بريديكشن بس بايه? بدليل ده انا شايفه بعيني. يعني مسلا انا هتنبأ ان الدنيا هتمطر. فاقول وبعدها المصدر اللي هي ليه? عشان انا شايف الدليل ان الدنيا انا هتمطر وشايف الدليل ده بعيني. بصي. انا شايف الايه? السحب بعيني في الايه? في السماء. طيب في القرارات. بس القرارات اللي هي ايه? المسبقة. يعني قرار مسبق. يعني فكرت فيه. يعني قرار بعد ايه? تفكير. تمام? فبعد بقى ما فكرت وبتاع فقررت ان انا حبيع العربية مسلا. فاقول كده. ايه القرار ده بعد التفكير طبعا. غير بقى غير القرار اللي فوق بتاع ان انا اقفل الشباك وافتح الشباك وارد على الموبايل واشتري الم. صح? وبصي. ده القرار بتاعي. انا قررت ده. وكأنك مفهوم من الكلام. ان انا قررت ده بعد ايه? بعد تفكير. كمان بستردم في ايه? في احداث. حاجات عها تحصل يعني كمان شوية. على وشك الحدوث. خلي بالك. تخلي بالك. الولد ده. هيقع. بعد شوية صغيرين يعني الحدث على وشك الحدوث. وبعد مصدر الفان. وبعدين بيقول لي غير الطريقتين دول ففيه طريقتين تانيين ممكن اعبر بيهم عن الفيوتشر. باستخدام ايه? باستخدام فاكرة اللي هو كان ايه المصدر? او المصدر محتوط له اس او اي اس. فبيقول لي المصدر ده. لو انا هعبر بيه عن مواعيد مواعيد ايه? جداول الجدوى واللي هي بمواعيد. زي مواعيد الاطرات والطيرات والسينما ورحلات الطيران والدراسة والحاجات دي. هعبر عنها بايه? بالزمن ده بس. الفيلم هيبدأ الساعة سبعة بكرة. تمام? في جدوى المحتوط لكده. فاقول مصدر واس علشان الفيلم اسمه مفرد صح? قطر هيمشي الساعة سبعة. هيغادر المحطة الساعة سبعة. اه? الساعة تسعة دي لسه ما جاتش فهو يعني ايه? هيغادر. تمام? بس علشان ده مواعيد ستة بجدول فانا هعبر عن الكلام ده ايه? بالمصدر او المصدر محتوط له اس او اس وكده عبرت عن فيوتر لان الساعة تسعة ليسا ما جاتش. المواعيد برامج الموضوعة اه وقتها مسبقا. مثلا برنامج سياحي مثلا ففي ويليف اللوكسور احنا هنغادر اللوكسور اتن. كمان في زمن تاني بيقولي لو في ترتيب وتخطيط ده عكس القرارات السريعة من غير تخطيط. لو انا الفاعل وبعد كده ام او از او ار وبعد كده مصدر الفعل ومحتوط له اي ان جي. مسلا هي بترتب وبتخطط انها ايه تعمل حفلة تومورو طيب اه شي از شي وبعدين ام واز وار شي از وبعدين هاف واي ان جي شي از بكرة. طبعا علشان اعبر عن بالمضارع المستمر لازم في الجملة يبقى فيه كلمة دلة على المستقبل اللي هي كانت زي كده. لازم لازم يبقى فيه كلمة دلة على المستقبل. تمام كده انا بخطط للحفلة. حفلة دي محتاجة ترتيب زي ايه? اعزم الناس. اتصل بالناس. اجيب الاكل والشرب والترة والبلالين والزينة وكده. هسافر لندن. طيب السفر لندن ده ايه وهو ام واز وار وبعدين ومحتوط له اي ان جي اي ام في لاينج تو لندن. السفر لندن ده والشارط لازم تكون في جملة كلمة دلة على الفيوتشر. علشان ايه ايه السفر لندن محتاج ان انا اشتري تذكرة واعرف المواعيد واحجز. اهو قصي ايه ايه اشتريت الايه التذكرة او قصي ترتيب مسبق ان انا لازم اعمل كده. تمام? لازم ادعوه to buy a car next week و هنستخدم going to she هشيل intent study هتشيل وبدل intent study بدل intent study هستخدم ايه going to فهقول she في حاجة نقص she is going to going to buy a car next week ماشي اكتب باشي they arrange two هما بيرتبوا بيخطته to travel tomorrow ان هما يسافروا بكرة هعبر عن الترتيب ده اللي هي الكلمة بتاعة arrange two دي هعبر عنها بايه المضارع المستمر اللي هو بيكون من ام و از و ار والفعل و اي ان جي صح؟ بابدأ بذي بعدين they are they are traveling تمور he has decided to buy a car has decided he is going to buy a car my uncle promises to buy me a new bike بدل بدل promises 2D هستخدم ايه هستخدم well my uncle will buy me a new car كتبت الحد كام they have arranged it to take the sleeper train to us one tonight they have taken the sleeper train to us one night and that they are taking the sleeper they are taking the sleeper train to us one night ترجمة 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 نانسي أبي سيأخذ أطبال ميار's cousin planned to visit Cairo مارس كزن إ إز مارس كزن Shoulder مارس كزن يعني مارس كزن إلن م груب فلن مارس كزن متاء مارس كزن ب بست س solutions مارس كبخة مارس كزن Our plane leaves at 9 p.m. علي is going to be اللي هي المصدر بتاعه is is going to be a doctor has she decided to travel abroad باعيز يعملوا سؤال is she going to travel abroad he planned to spend the weekend in alexandria he is going to spend the weekend in alexandria i have already arranged to visit the museum tomorrow i am visiting the museum the museum the moon um him اشتركوا في القناة 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 أسأل على السعر How How much How much is the Return ticket To Alexandria I would like to book a ticket مثلا in the express train A tourist asks you where he can buy a train ticket to Aswan You can buy it at the ticket office You can buy it at the ticket office